أجمل الأوقات هي التي نقضيها برفقة العائلة والأصدقاء لحظات جميلة قد تصبح بعد فترة جزء من الذكريات لا شيء يستعيد هذا الشعور ولا ذات الابتسامة أو حتى أصوات الضحكات لكن بإمكان الصورة أن تساعدنا على استحضار المكان والزمان والأشخاص اليوم اتحدث عن أهمية امتلاكنا لكاميرا خاصة بالعائلة برفقنا بالحديث عن هذا الموضوع المصور سامي الحصري معنا من داخل الستوديو صباح خير أستاذ سامي صباح أمور سنوات طويلة تحدث عن أكثر من تقريباً 40 سنة العمل في هذا المجال فأكيد عندك مشاعر ومعلومات عن أهمية امتلاك الكاميرا وممكن هذا السؤال الأول قديش من وجهة نظرك مهم العائلة يكون عندها كاميرا والله بالنسبة للكاميرات الكاميرا ضرورية في كل بيت المضبوط ومع أنه في الأول الأخير انتشرف في كل بيت طبعاً يعني بعدة عوامل منها مثلاً التلفون الخلوي أو الشغلات هاي صار فيها داخل صح ناصر صاركت خلص معها تلفون ومدهش أشي تاني بعدين مناسبتها هي تسجيل الأحداث وتسجيل المناسبات في أي وقت كان يعني وللذكريات يعني للمستقبل بس مش أكثر يعني هي وبعدين القمرة هي دخلت في نطاق الصحوف وفي نطاق التلفزيون وشغلة زي هاي كلها حتى يعني في مجال حتى العمل اليوم الناس تعتمد على صحافة المواطن كل شخص بيصور حدث وبصير كمان هو بقدر ينقل أخبار في الكاميرا ببضل مع أنه كانت من زمان محدش كان يمثلكها إلا القليل قليل يعني طب بنحكي عن أيام زمان بنحكي عن تطور ملحوظ في الكاميرات لو بنحكي عن تطور لعمر الكاميرا الكاميرا كانت يعني هي يعني من القديم الزمان يعني كانت من 1800 وإشي يعني يعني من القرن التاسع عشر الكاميرا دخلت نطاق الشغل هذا وبعدين بس كانت غير متطورة وبعدين بلش يطوروا فيها هي كانت الكاميرا كانت الكاميرا يعني عبارة عن كاميرا صندوق توجينا إياها على الكاميرا أباس هيك تمام هيك كانت يعني عبارة عن هادي هي الكاميرا كانت بس والفيلم بيجي جوا فيلم اللي هو السالب النغاتيب اللي بنحكي له إحنا النغاتيب في الإنجليزي وبعدين ما كانش فيه إلها عيارات ولا في إلها إشي بس كبستها وبس هادي هي الضوء زابت مش زابت ما كانش فيه هادي مش عشوائية هي بس كانت يعني يعني كيف إحنا من نقارن الكاميرا بعين الإنسان يعني العين يعني بسمع إنه اليوم تطور إشي كتير يعني غير هيك بس هادي هي الكاميرا القديمة اللي كانت قديش تعيبا عمر هاي الكاميرا؟ هادي من الأربعيات 1900 و بالأربعيات يعني كانت هادي 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 لشركة كوداك كوداك هو الكاميرات اللي اللي كانت عالميا هي شركة كوداك وأكفا وشنيدر اللي هي الكاميرات لشركات عالمية كانت هاي الكاميرات بعدين اتطورت الكاميرات كان في يعني هاي مثلا كاميرا بسطية لكل بيت يعني كان يقدر مش كل بيت كل واحد بقدار يحملها يعني وهذا بس في الكاميرات البروفيشنال اللي هي انتقلنا من برضو الفيلم اللي هي انتقلنا منها من النخلة هديك هذا هو الفيلم اللي كان اللي هو اليوم بدأ إذا ما نوصل لليوم اختلف كليا هذا الفيلم كان يتصور ويسوى الديبلوبر يعني التحميد أو هذا وكل فيلم له عدد صور محددة ستة وتلاتين صورة هادي كانت اتناعشر صورة بس هادي اتناعشر صورة هادي ستة وتلاتين لليوم في ناس تستخدم الكاميرات الأفلام؟ لا لا قليل جدا الناس صارت تعتمد على الكاميرا الرقمية الديجيطال هلا الفيلم كان محدود كان فيلم ستة وتلاتين صورة انا اذا بدي صورة واحدة من الفيلم لازم احمد الفيلم كله خلاص بدي ااخد بس مشان صورة واحدة هلا باخد الفيلم انا ستة وتلاتين اليوم محل الفيلم اجه الشريحة الديجيطال الرقمية اللي هي دخلت نطاقها هي يعني شبكوا التصوير الفوتوغرافي وحتى التصوير الموفي الفيديو او المتحرك مع الكمبيوتر الكمبيوتر صار الحسوب صار باتجاهين متوازين مع بعض يعني ايش بطلع اشي جديد بطلع بنشبخ مع الكاميرات يعني الكاميرات كانت ترافك برامج الكمبيوتر صارت ونفس التطور يعني كل ما يتطور اشي جديد بتطور على الكاميرا هادي الكاميرا هادي كاميرا مش بروفيشنال كاميرا بيتية صغيرة هادي ديجيتال طبعا عليها شاشة من هون هادي بسطية يعني احنا منقدر منندخل على المينيوم تطور العيارات اللي بدنايها او منخليها على الاوتو على الاوتوماتيك اللي هي تعير لحالها وبعدين التصوير وشريحتها طبعا انا احنا منفضل انه لما بدنا نطول الشريحة هون هادا لازم مفروض تكون مسكرة هادا بتكون في الها شريحة هون طبعا الشريحة الساعتها بتكون تختلف من كاميرا لكاميرا بحسب يعني لا 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 الشريحة انواع في الاس دي في الكمباكت فلاش في الميني الصغيرة وبيجي على الابتر هادول الشرائح متعددة يعني من ناحية الساعة يعني كيف احنا منقول هارد ديسك في الكمبيوتر مثلا ما بلش خلينا نقول من خمسين جيجا او مئة جيجا وبنتهي ب وان تيرا وتو تيرا يعني شغلات زي هاي يعني الاف الجيجا بايت هلا الشريحة وصلت احنا عنا يعني وصلت لمراحل متقدمة صار انتي تقدر تحطي شريحة مدتها مثلا 32 جيجا 16 جيجا اللي بتاخد بحدود حوالي مثلا حسب الحجم الصورة اللي من نضبطها احنا هون بتاخد معدل بين الفين و الف و خمسين صورة هلا الناس يعني فرق النقل النوعي هلا الناس من 36 او من 12 صورة لا الاف الصور تقدر تحطيها على الشريحة بدل الفيلم هلا الفيلم له سلبيات و له ايجابيات الفيلم كان سلبياته انه اذا تعرض للاضاءة كان يروح الشريحة الشريحة ما فيشي لها تعرض للاضاءة بس فيه لها اهم من الاضاءة اللي هي الالكترونيا اذا ضربت الشريحة راحوا كل الصور فالافضل احنا فيه مرات نقدر نسوي فيه برامج اليوم ريكافوري اللي هي عمليات تصحيح للصور اذا كان هذا هذا بتطلب من الشخص نفسه لا هذي مش موجودة بتكون اما اذا حدا بدي يتابع بيقدر بيقدر اي واحد يتعرض يعني هلأ منقول انه هاي الكاميرا الرقمية الديجوتال زي انت مسكها هي من انواع الكاميرات المناسبة لعائلة هذي من انواع يعني اللي بيقدر يمتلكها كل شخص الميجابيكسل اللي هي حجم الصورة او قوة الصورة بتختلف من كاميرا لكاميرا من نفس الاحجام هاي هذي كاميرا مثلا صغيرة بس بيه منها مثلا اعلى وفيه منها الهدى بس هاي النقطة هاي النقطة خلينا نفكر انه ايش في اشياء اذا عائلة قررت بدها تشتري كاميرا ايش اشياء مهمة لازم تتفرج عليها هل مهم تتفرج على يعني اعني ايش مثلا الميجابيكسل مهم وقديش مهمه هذي كاميرا سعر هاليوم بالسوق مش كتير غالي يعني بيقدر اي واحد يشتريها اذا بدو يدور على اشي عالي عالي بيصير بدو يشتري على البروفيشنال زي الكاميرات هاي بس هاي الكاميرا سلبيتها كمان بس مهم يعني انه هذي هذي تشتغل الكترونيا هلأ وهي العدسة طالعة هاي لو وقعت على الارض هذي بتتعطن الكاميرا يعني بفضل انه كل انسان بدو يشتري كاميرا بدو يحافظ عليها بحيث انه هاي ما تضربش العدسة وهي مفتوحة اذا كانت مسكرة بكون ضررها اقل هذي بالنسبة للكاميرا البيتية اللي اي واحد بقدر امتلكها زي التلفون اليوم يعني التلفونات اليوم او الايفون او اشي زي هيك فيه اليوم البيكسل عالي كتير يعني الكوة الريزولوشن تبع الصورة كوة الصورة يعني عالية كتير طيب وهي الكاميرا كمان يعني اذا الشخص استخدمها وحتى اوتوماتيك طولوقت انه عشان الاطفال او الاصغر عملا هلأ احنا نيجي بس نحكي كمان شغلة اللي هي هاي الكاميرا اللي هون في عنا احنا العدسة اللي منقولها الاوبتيكال لينس وفيه الديجيتال لينس الديجيتال لينس اللي هي الصورة اللي بتتكون بالعدسة بتتكون بالصورة داخلية بتتسجل الداخلي وبتتكبر داخليا بيصير اسمها ديجيتال لينس الاوبتيكال لينس اللي هي زي العدسة هاي تختلف مش موجودة هاي بتكون في الايفونات وشغلات زي هاي بتكون عدسة ثابتة ولكن انت لما بيجي بسوي زوم او بيقرب هو بيقرب داخلي بمعنى انه الصورة موجودة بصير يكبر فيها وبتتقلش الكواليتة بالضبط هلأ ليش هلأ مثلا هاي بتتلاقي مثلا في منهم اليوم مصل 24 ميجا بيكسل اه مثلا يبتيجي لقامرة بروفيشنال زي هاي في منهم لسه موصلش 12 او 16 بس اللي بيختلف بين هاي وهاي انه الاوبتيكال العدسة تختلف عن العدسة الصغيرة نقرب نبعد بعدين اللي بتكون الصورة اللي هي CCD اللي هي زي الشبكية في العين تحويل الصورة هلأ في منها اللي هو الصغير الحاف فريم اللي هي نصف نصف شريء او نصف يعني برواز او نصف اشي وفيما لو مثلا حملنا كامرة زي هاي اللي هي فلي فريم ايش بنقصد بالفلي فريم والهاف فريم هاي من زمان كان 35 ملي متر هدا اللي هي الشبكة تبع المحل اللي بيكون الصورة هاي هون هاي هاد هذا الشبك هاده فلي فريم اللي هو 35 ملي متر هلأ فيه الكامرات اللي هلأ تعالي للكامرات الصغيرة هاي هاف فريم اللي هو نصف الفريم هاد طب ايش الفرق 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 واضح هلأ الفرق بين الهاف فريم والفلي فريم اللي هو هادي اللي هو باعتمد على حجم الصورة انت لما بتكبريها اه بتخف بتصفي اذا انت كبرتها هتبين باحتة يعني هلأ اذا كبرنا هديك الفلي فريم اللي هو هون فلي فريم منكبرها مثلا عشر مرات بحجم مثلا خلينا نقول طماعش في اربع وعشرين اقولى لها بينما في الكامرات الصغيرة Bueno ننكبرها عشرين مرة يتضبين فلما يعني حلينا نقول احنا نقطة نقطة حبر الصغيرة لما تكون موجودة في فريم ما محدد ونيوجة نجي نكبرها هلاام كلما كبرناها اكتر بدا تكبر بدها تفكد شوفي من لونها بدها تفكد هلاام هذا اللي منقول��ه اللي احنا بالانجليز بيكسل اللي هو مساحة الصورة بالسنتمتر المربعة قدي أكام ميجابيكسل بالسنتمتر يعني بيجي بقول مثلا مليون ميجابيكسل تفهمت كيف مش ميجابايت الميجابايت اللي هي سعة الصورة حجم الصورة في الميجابايت اللي هي حجمها في داخل التخزين اللي هي في الشريحة خاصة للعائلات بتكون بفكر دائما بتحب تكبر صور لأطفالها وهيك فمهم تطلع على هذا الموضوع هلأ هاي هاي الكاميرا في عنا إحنا درجات يعني منيجي نقول مثلا هاي البكسل تبعها مثلا خلينا نقول مثلا 12 ميجابيكسل هلأ 12 لما نيجي بيجي بتطلع بقول إذا حطينا 12 في شريحة مثلا خلينا نقول 2 جيجا بجوزة يخد معاه 500 أو 600 صورة بيجي بقول أنا ما بكفيش بدي أكتر بيزغر الكواليتات الصورة وبيزيد عدد الصور بيزيد عدد الصور بيصير على المساحة مساحة السعر بس بنفقد من لون ألوان الصور بأثير طبعا بفقد أما إذا كانت كصورة صغيرة بس دائما دائما حتى لو كانت صورة صغيرة كل ما كان البكسل عالي كل ما كان أحسن طب يعني حكينا نصائح عن الكاميرا ممكن سريعا بدي أطلب منك إيش أهم الأشياء اللازم العيلة تفكر فيها بس تكون دا تشتري كاميرا إيش مهم تتطلع إنه الكاميرا موجود فيها والله شوفي إحنا كأي مصور بروفيشنال بحب إنه العيلة إذا بدها تشتري تشتري كاميرا بروفيشنال بس الكاميرا البروفيشنال لأنه ثمنها غالي كتير فبدهن يدوروا على أساس الأولاد لما يجيوا يحملوا كاميرا يحملوا كاميرا زي هاي مثلا خلينا نقول بحدود حوالي ويمكن هاي تعد أكتر من هاي 17 ألف شكل ويجي يشتري كاميرا حقها 500 شكل هلأ لو أجى مثلا ولد صغير أو وقعها وقعها يعني هذيك مشكلة فبيجي بيحمل كاميرا زي هاي هذي مناسبة يعني هذي بالنسبة للعيلة مناسبة كتير بعدين في شغلة تانية أنا ما أفضلش يعني في ناس كتير بالكاميرات الصغيرة اللي زي هاي بيجي بيصور فيديو هي بيصور فيديو بس بتاخد فريم أقل حجم أقل بالفريمات فهي للصور الشخصية هي للصور هلأ دايما أي أي كاميرا بيصور فيديو الأصل إنه تكون الفيديو إذا كان مختصنا الفيديو يكون أفضل وإذا مختصنا الصور تكون أفضل أما لما بيشي كوتينتين مع بعض ما بيساوي الفريمات نفس الحجين أخر إشي بالنسبة عمنات نصارح كيف نحافظ كيف ممكن نحافظ على الكاميرا لعمر أطول بمعنى كيف إنه لازم ننتبه عليها وندير بالنا عليها حتى من ناحية البطاريات كمان إيش بتحكي لنا؟ أه هلأ هاي الكاميرات البيتية الصغيرة هاي هاي بفضل إذا كان البطاريات اللي بتكون زي هاي بفضل بين يعني خلصت أنا من تصوير بفضل إنه نقيمها إنه نشيل البطاريات منها إذا مش عم نستخدمها نشيلهم نشيلهم والشغلة الثانية اللي هي البطاريات اللي بتيجي زي بطاريات التلفونات أو هذا هاي بتكون جوا بفضل تكون دائماً في الملانة مشحونة يعني أنا طلعت أصوير في الدياط مش منيحة أخليها فاضية لازم أخليها ملانة يعني بسوي تشارج يعني شحن كمان ومين نشحنها من نصها نستناع لما تخلص نشحنها ونرجع نرجع نرجعها هيا مش شرط لا مش شرط هلا أنا برضو كمان شغلة تانية بالنسبة للبطاريات الشحن حتى لو أعدت هذه الكاميرا مشحونة لمدة سنة بفضل أنا بين كل ثلاث أسابيع شهر أستعملها مرة ولو بفضل منها شوية مشان أرجع أشحنها لأنه البطارية إذا ما نشحنها بين فترة وفترة بتهبط نمتاز بتخرب البطارية وبصير بيحتاج لبطارية جديدة والبطاريات العاديات وفي منهم نيكالكاديوم اللي هم من تشارج في منهم تشارجر بنحقها لنظر نشحنهم كم مرة لنظر نشحنهم الشحن نفس الطريقة اللي منحكي فيها بالبطاريات هذيك ومننصح أكيد بالشحن عشان تضلها لفترات أطول بل كم؟ هلا كل ما بتشحنيها كل ما بتعيد حيويتها البطارية هلا إذا تركتيها فترة طويل زي السيارة 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 بطارية لما تكون جديدة إذا كان انت تركتيها مثلا سنة بدون تشغيل بتيجي تشغليها بتلاقيها هابطة بجون ما تشغلي إش وطبعا المهم أن نختار بيت اللي نخبي فيه الكاميرا عشان كما تضنش بالشغل فيه مفروض أي مصور أو أي هذا بديشتري كاميرا من عند مصور مفروض يعطيه البيت اللي زي هذا ولي حافظ عليها وما يكون هاش بدون بيت أكيد طيب إحنا لازم نلادي حدا يلتقط لنا صورة بما إنو عم نحكي عن قديش اللحظات الحلوة لازم تضل فأكيد إحنا مفصلين في هذا اللقاء شكرا إليك على هذا الوقت وأتمنى كمان نشوفك في أوقات قادمة وفعلا هيدعوة إنو نحافظ على لحظات جميلة بنعيش مع أشخاص كمان بنحب للمستقبل نذكر كل هاي اللحظات فلتقطوا الصور واستمتعوا فيها نهارك سعيد وشكرا إليك على هاي مدار خلق شكرا إلكم ويعطيكم العافية الله يعافيك ننتقل إلى فاصل ونستكمل محطاتنا كنوا معنا